كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي أن المفاوضات مستمرة طوال الفترة الماضية مع أكثر من لاعب للانضمام إلى الدرويش في المركاتو الشتو المقبل مضيفا أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب المغربي بدر جدارين ظهير أيصر الوداد المغربي وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن اللاعب المغربي بدر جدارين ظهير أيصر الوداد المغربي سيكون ضمن حسابات النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه تم عرض اسمه على الجهاز الفني للفريق بعد إعجاب خوان براون المدير الفني باللاعب وتابع المصدر أن رئيس النادي يحل كومي طلب من وكيل اللاعب إرسال صورة من جواز سفره إلى الإسماعيلي لإرسال دعوة له إلى الإسماعيلية لأجل التفاوض تمهيدا للانضمام لصفوف الدرويش وأخذ بدر جدارين مئة مباراة مع فريق الوداد وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع سبع أهداف وشارك اللاعب في كاس العالم للأندية كدوري أبطال أفريقيا وشارك مع المنتخب تحت 23 سنة في سبع مباريات ومن جانب آخر أبلغ لعب الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الإسماعيلي الجهاز الفاني للفريق الأول لقرة القدم بقيادة الأرجنتيني فوان براون رفضهم فكرة توقيع عقوبات مالية عليهم بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام سموحة وكانت إدارة الإسماعيلي قررت توقيع عقوبة مالية على كل لاعب تقدر بـ 25 ألف جنيه الأمر الذي أدى إلى غضب لاعب الفريق الأول لقرة القدم